موسيقى أنا إيمان مغربية ومسيحية إيه مسيحية ماشي نصرانية بس حراوي ومش لها تولدت وكبرت في المغرب وكم ما كبرت في المغرب المغرب كبير فيها كنا واحد المقولة اللي كتقول الدين دي الله والوطن دي الجامع المغرب ديالنا دي الجامع المغربة مغينا ولا كرانا بمجرد ما كنحلو عينينا فوالدين مغربة فاحنا مغربة بور وانتماءنا هو للمغرب وحتى حاجة ما تقدر تغير هذا الحقيقة احنا كبنادم اولا وكمغربة تانيا عندنا كل حق في الاختلاف الله خلق كل الناس مختال فيه بحاسب عدينا ماشي بحال بحال وحقنا في الاختلاف في حتى كيفاش يبغينا علاقتنا تكون مع الله اللي خلقنا وهذا الشي علاش اي مغربي مع انه تولد في المغرب اللي هو كيتحسب بلد اسلامي عنده الحق يبدل دينه ويقلب على فين كيرتح قلبه وماشي حيتلقاه رحته في المسيح وارجع مسيحي صافيرا ما بقاش مغريبي وراه رجع نصراني ولا قوري واحد المرة كان رجلي اللي هو على فكرة حتى هو مغريبي مية في المية مش هزور حائلة في العربية وقال لهم ملدر واكي دير الماداب واعلاش ما جاتش معاك وماشي مشكلة جيفة معاك وخان صراني يومك تهضرش بالدريجة وماشي مشكلة جيفة انت عرفوا عليها هاد القصة من اللي رجلي عودها لي ضحكاتني وارجتنيش حال الناس ما فاهمينش ما فاهميش تفق بين مسيحي ونصراني ولا قوري حيث هاد الرجل بكل بساطة من اللي عرف انني مسيحية فكر اوتوماتيكمو انني نصرانية في حين مسيحية ما كتعنيش نصرانية بالضرورة خصوصا بالمعنى اللي عارفينو احنا المغربة نصراني صافيرا كيدير اللي عجبو ما عندو اي ضابط اخلاقي اللي جاه فرسو كيديرو كيشرب كيسكر كيولد ولاد بلا ما يتزوج للأسف هاده فكرة غالطة لاننصارة ماشي هاكا حيث كين فيهو المزيح والخايب بحال المسلمين بحال اليهود بحال قاع الناس الناس طوب وحجر واني اليوم بغيت نقولك انا مغربية وكان بغي بلادي وناس بلادي كان حتارم وكان بغي ثقافتي المغربية ثقافة الضيافة والزلود والفرح والضحك ثقافة النهار الكبير من اللي يجي عندك شي حد تنوض وتفرح به والضيفة من قليلك قبل من كتيرك انا ميمكنش منمشيش للصويقة باش نشمريحت الشبكية والتقيوتات واندور في المدينة القديمة وانستمتع بالنعمة والمهيبة اللي اعطى الله للحرية في المغربة ونعارج جمع الشيكس عادك سكسون عما سيدي بسبع خضاري يا سلام كان بغي ثقافتي المغربية وكان اختلف مع الأغلبية في الدين اللي هو علاقة بيني وبين الله واللي هو وحده غادي حاسبني عليه ولكن كان اجتمع معها باقي المغربة في ثقافة هاد البلاد في حب هاد البلاد بالمزيان اللي فيه والخيب اللي فيه انا ماشي قورية انا مغربية اختارت نتبع المسيح ونتبع التعاليم دياله تعاليم دلمحبة والتضحية تعاليم السلام والاحترام المسيح علمني نحب بلادي علمني نحب ملك بلادي علمني ندعي ليه وندعمه حتى لو اختلفت معاه علمني كيفاش نكون مواطنة صالحة ومزيانة ما نكدبش ما ناخدش اللي ماشي ديالي ما نتعداش على الغير ونتسامح معها يا بضل الله بغيتك تعرف اليوم انه كاينين مغاربة بزاف مسيحيين بحالي يقدر يكون جارك ولا شي حد من عائلتك اللي اختار حتى هو يتبع السيد المسيح في الخفاء وحيث ما زال ما كاينش حدنا واحد لانفتاح وقابول بعضنا البعض في هذا الموضوع مش غير من جهة السلطات ولكن حتى من جهة المجتمع كل المسيحيين محتفظين بإيمانهم في قلبهم وما قيلينوش للناس ولكنت انت واحد من هاد الناس اللي امنوا بالمسيح تشجع را عندك خوتك وخوتاتك مؤمنين بالسيد المسيح حطهم الله نور وملح في أرض المغرب انت ماشي بوحدك صلي ان الرب يلاقيك به وإلى انت مغربي مسلم بحل أغلبية وهذه هي أول مرة عرفتي انه كاينين مسيحيين مغاربة في المغرب أو برى المغرب ما تفاجأش وقبل ما تحكم علينا تبع معنا هات السلسلة للفيديوهات وغادي تتعرف علينا اكتر وهكا غادي تقدر تكون فكرة وانظرة حقيقية علينا احنا المسيحيين للمغاربة وبلا ما تسمع من الآخرين اش كيقولوا علينا اش تسمع مننا احنا يا ديريكت انا مسيحية ومغربية حتى الموت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة